من هذا المستشفى خرجت أول نتيجة إيجابية لفحص الكورونا رسمياً أصبح في لبنان إصابة أكدت وزارة الصحة العامة أنها عولجت في إحدى المستشفيات ما أدى إلى تحسن ملموس في صحة المريض خوله مغادرة المستشفى في معلومات خاصة بالLBCI المريض لبناني الجنسية تنقل في الفترة الأخيرة بين عدد من الدول العربية من بينها السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وبهدف التأكد من أنه لم ينقل العدوى لمحيطه يتم حالياً إجراء الفحوص للمقربين منه قبل أن تظهر هذه الإصابة جال الوزير وائل أبو فعور على المركز الصحي التابع للوزارة في مطار رفيق الحرير الدولي وأعطى الأوامر لتشغيل كاميرات المسح الحراري باللامس عقد اجتماع في وزارة الصحة للجنة العلمية والخيرة من الأطباء والاقتصاصيين وأهل العلم والاقتصاص لم يشيروا باستعمال الكاميرات في هذه المرحلة لعدم فعاليتها ولكن نحن تحضيراً للأسوأ وتفادياً للأسوأ خمنا بتجهيز الكاميرات هلأ بيكون حالة اجتباه ينفحص هنا وأكيد يكونوا مبلغين من قبل الكابتن الطيارة وفي عندنا أمبلانس جاهزة لنقله إلى أقرب مستشفى كذلك أكد أبو فعور أنه ما من ضرورة للهلع حتى لو أعلننا عن أي حال لا داعي للهلع لأن هذه الحالات ممكن معالجتها والأهم ممكن محاصرتها بعدم انتشارها ضيق في التنفس والحرارة والسعال ثلاثة عوارض أساسية على كل فرد التنبه إليها للتبليغ عن أي اجتباه في الكورونا فبالنسبة للأطباء التوعية هي الأهم